اختتم الرئيس التونسي قيس سعيد زيارة رسمية إلى إيطاليا امتدت إلى يومين بحث خلالها مع نظره الإيطالي أزمة الهجرة غير شرعية وسبل تصدي لها وأكد سعيد خلال هذه الزيارة أهمية معالجة ملف الهجرة في البلدان الأصلية عبر مشاريع التنمية وتمكين الشباب وليس فقط عبر الحلول الأمنية يعود الرئيس التونسي قيس سعيد من إيطاليا بعد زيارة رسمية امتدت ليومين التقى خلالها نظيره الإيطالي وعددا من الوزراء والمسؤولين زيارة اتفق خلالها الرئيسان على ضرورة حل ملف أزمة الهجرة غير الشرعية ليس فقط عبر الحلول الأمنية بل أيضا من خلال تهيئة الظروف للتنمية في إفريقيا وهو اتفاق تجسد بتوقيع وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي مع نظيره الإيطالي على مذكرة تفاهم بشأن التعاون التونسي الإيطالي من أجل التنمية والذي ينص على تخصيص 200 مليون يورو لتمويل مشاريع التنمية والإنعاش الاقتصادي في تونس وتصاعدت أزمة الهجرة غير الشرعية من إفريقيا عبر المتوسط وصولا إلى أوروبا في السنوات العشر الأخيرة ووفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وصل أكثر من 13 ألف مهاجر إلى السواحل الإيطالية منذ بداية العام الجاري 13% منهم تونسيون كما تستقبل تونس آلاف المهاجرين غير الشرعيين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا وتفيد بيانات رسمية للمجلس التونسي للاجئين بأن الفئة العمرية بين الثامنة عشر والستين عاما تمثل النسبة الأعلى من المهاجرين المسجلين في تونس ويحتل طالبو اللجوء من ساحل العاج المرتبة الأولى يليهم السوريون ثم السودانيون ولا يستطيع المهاجرون المقيمون في تونس الحصول على صفة لاجئ أو طالب لجوء وفق القانون التونسي وهو ما يجعل آلاف المقيمين على الأراضي التونسية مهاجرين غير قانونيين قتل ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم امرأة وفقد خمس أخرون في انقلاب مركز أو مركب مهاجرين في جزر الكنار التابعة لإسبانيا وذكرت فرق الإنقاذ بأن هذا المركب كان يقل 49 شخصا عندما استدم بسخور قبالة الشواطئ الجزيرة الشمالية وتمكن خفر سواحل من إقاذ 41 شخصا مشاهدين حول قضايا الهجرة ولاجئين ينضم إلينا عبر خدمة اسكايب من العاصمة الإيطالية روما رمزي الهرابي رئيس مركز دراسات التنوع الثقافي سيد رمزي أهلا مرحبا بك بداية ما الأهمية ربما التي تكتسيها هذه المباحثات في القضايا الخاصة بملف الهجرة غير الشرعية بين إيطاليا وتونس السلام عليكم شكرا على الاستضافة من الأهمية التي يمكن أن تكتسيها هذه الزيارة هو خلق أفوق موحدة ربما تكون تونس بلد لانتقاء الهجرة أو تكون بلاتفورم تكون فيها القدرات الأفريقية للهجرة بأسلوب شرعي نحو أوروبا وكذلك شيء نهام ثاني في هذه الزيارة هو خلق مشاريع اقتصادية لمن يريد الهجرة كحل حياتي ما الدور المطلوب إذن بشكل واضح من الدول المشاطئة لأوروبا وللحد ربما تماما من هذه الظاهرة وهذا ما تريده ربما أوروبا بشكل عام والله أنا أعرف جيدا أن أوروبا لا تريد هذا بل هذه نوعا ما من المسرحية فالهجرة اللاشرعية في إيطاليا بالذات خلقت 40 ألف موطن شغل للإيطاليين لا ننسى هذا وكذلك تأتي بأموال عديدة من البرلمان الأوروبي ولذلك ليس من السهل على عديد اللوبيات التي تشغل في الهجرة أن تترك هذا المجال وسبيله هناك تجار البشر وهناك تجار القضايا موجودين في كل إنحاء العالم وهم يتمعشون من مثل هذه القضية لذلك ليس بالسهل إخماد روح حب المهاجرة في المواطن العادي الإفريقي أو الشمال الإفريقي لا ننسى كذلك أن الإيطاليين بدورهم منذ قرن كانوا من أول المهاجرين ومازالوا إيطاليا استقبلت في سنة 2016 130 ألف مهاجر وأودعت 16 ألف إيطالي يبحث عن العمل في كامل أوروبا وفي أمريكا لا ننسى هذا لذلك يجب إعادة قراءة موضوع الهجرة هو ليس فقط من بلد المشكلة ليس في البلدان التي تصدر الهجرة بل كذلك هناك عديد اللوبيات في داخل الحكومات الأوروبية هي تعيش متموقعة يساريا لها أطرحات حول التكافأ وحب الآخر لكن في نفس الوقت هي تخلق عديد الفرص العمل لمصوتينها وكذلك تخلق عديد الفرص مالية لكل المنظمات التي تنتوي تحتها فكرها اليساري تقصد أن هناك لوبيات لا تريد ربما القضاء على هذه الظاهرة والحد من الهجرة غير الشرعية فهمتك تماما في هذه النقطة آخر نقطة يمكن حديث عنها ربما ماذا يمكن أن تقدم الدول الأوروبية كبديل لهذه الدول المشاطئة في إطار ربما خلق المشاريع هذه نفس النقطة التي بدأت فيها خلق المشاريع الاقتصادية الاستثمارية للشباب للحد من هذه الظاهرة يمكن خلق استثمار وتنمية في داخل البلدان وليس مركزية في العواصل فقط يجب خلق عديد موارد العيش في كامل الضيعات في كامل القرى الصغيرة داخل بلاد المغرب العربي حتى يمكن لنا أن نحد من قلة المدخول للفارد هذه المشكلة المشكلة هو أنه عندنا نقص في المادة ونقص في المعرفة لو أنه معنى برامج أو عوية تنصح الشباب بأن يستثمر في نفسه وأن في حقيقة الأمر ما الهجرة إلا هروب من المر إلى الأمر شكرا جزيلا لك على هذا التحليل على وجودك معنا كذلك من العاصمة الإيطالية روما رمزي الهرابي رئيس مركز دراسات التنوع الثقافي شكرا جزيلا لك سيد نحن أمام ملجأ نحن أمام ملجأ للاجئين نحن أمام ملجأ للاجئين فيه مئة أو واحد مغترب يشتغلون فيه خمسة عشر إيطالي يعني مئة مغترب يخلقون الشغل لخمسة عشر إيطالي شكرا جزيلا على هذه المعلومة شكرا على وجودك معنا سيد رمزي الهرابي شكرا لك